كتقلب على حلوة العيد يكونوا ساهلين اقتصاديين ويكونوا كيحطوا كمية كثيرة يكونوا فشاشين بنانين وكيحمروا الوجه ما تلقوش احسن من هاتشكيل هذا بسيط جدا في التحضير بلا طبع لكنه كيجي راقي مميز كيجمع مبيل الهاشاش والتالك والقرمشة طعم اللي خرافي ان شاء الله اذا حضرتوا هاتشكيل غادي يحمر لكم وجهكم والاهم كيحط لكم ما شاء الله كمية كثيرة فغادي نحتاج ان شاء الله على بركتي الله 250 جرام ديال الزبدة اما الزبدة مارغارين او الزبدة سبيسيال الزبدة اللي بغيتو باش تخدمو وضعت الساشي ديال الفاني كاس ديال السكر طبيعة الحالي ده بغيتو الحلاوة زيدو كاس ديال السكر كتجي الحلاوة هي هاتي كتقدروا تنقسم الكمية جوج كيسان ديال الزيت حيط أنا غادي نخدم بالزبدة مارغارين اذا كنتو غا تخدمو بالزبدة سبيسيال ديرو غير كاس واحد ديال الزيت كاس واحد مع الزبدة سبيسيال غادي نخدمو هات الزبدة مع الزيت مع الفاني والسكر الاخوات اللي بغاو يحصلو على واحد سبعين حبة ديرو غير نص رابعة ديال مارغارين اي 125 جرام مع نص كاس ديال السكر و كاس ديال الزيت عندي هنا نص كاس ديال كوكو اللي تحنتو مع شوية ديال الزيت باش كيت تطحليم زيان هكدا و كيجي بحل واحد البخاليني اخوات اللي كيتوفروا على زبدة الفول السودان ديرو منها جوج معالغ اللي كيتوفروا على املو كدالك تقدروا تديرو غير منو حيث هاد البخاليني فشتن بحنو مع الزيت كيرجا هكا بحل امنو هادو اضافة كلهم يعتوكم مدق زوين غادي نحتاج واحد العلبة ديال البيسكوي اي نوعية عندكم ضربتها غير هكدا بالكاس مع سطح العمل ما يحتاج تكون بودرة و غادي نضيف جوج حبة ديال البيض باش يجيبونا الحلوة ديال نشت دفرصها شوية في نفس الوقت هي شيشة و غادي نحتاجو علبة ديال الياغورد اخوات اللي عندهم حساسية من البيض تقدروا تستغنوا على البيض كذلك اللي ما بغوش يديرو الياغورد استغنوا عليه من بعد علبة وحدة ديال الياغورد درتانا الياغورد بنكه هات الفاني غادي نخدم بشكل جيد هاد المكونات ذاك البيسكوي انا غير اضربته مع سطح العمل بالكاس كيبقاها كافيه شي شوية ديال تحر شيشة ولكن بالخدمة بالكاف صافي كيدوب كيدوب ذاك البيسكوي البيسكوي والكاوكاو اولا يدرتو اللوز هاد شوج ما داقت كي عطاو في الحلوة كيدشي واعرابيهو غادي نبعد ما خلطنا المكونات الاولى كول هاك نبدا نضيفه الدقيق الدقيق عدنا عشرة ديال الكيسان اي كيلو ديال دقيق وجوش خمارات 16 غرام ديال الخميرة مع كيلو ديال دقيق اي عشرة ديال العنبة كندخلوهم تدريجيا القاوام ديال الحلوة ديالنا هو هادا حلوة ما كتكونش قاسحة وما كتكونش خفيفة اذا بقت خفيفة تقدر تسيحليكم في الفران واذا بقت قاسحة هتجيكم الحلوة كيف غا تحطوها في السنية غا تبقى وغا تجيكم قاسحة يعني هادا هو القاوام مكونات اللي اعطيتكم كيلو ديال دقيق عشرة ديال كيسان ديال العنبة اذا عبرتو بزلايف ديرو خمسة ديال زلايف غير كنكملو من العجن ديال اللي عجينا وندخلو في هاد دقيق رجعو ندوزو لنا نشكلوها كويرات الكويرات صغير ورن كنعملهو 15 غرام في الوحدة رأس صغر حلوة كندير هي هادا 15 غرام في الكويرة كنستمر بنفس الكيفية حتى كنملأ السواني ديالي كاملين الحلوة كلها كنديرها صغيرة باش معادك تزيل اللي غندير ليها مع الانتفاخ اللي كتنصفخ في الفران ما شاء الله يعني كتجي كبابرة وخدرنا فيها 15 غرام سافي غادي ندخل لحلوات قدرو الصينية اللي عمرتو طيبوها انا غير حي تصوير كنكمل معاكم تكوير وعاد كندوز من طيب كنشعلو الفران على 180 درجة الفران مشعلو غير من الاسفل مسخن من قبل كندير جو السواني ذيك الصينية اللي في الاسفل مين كنشوفها تحمرت من الاسفل وبدت كتدهب كنطلعها لفوق والصينية اللي الفوق كنهبطها لتاحت وعاد كنشعل الفران من الفوق باش هذيك الصينية اللي طابت من الاسفل مين كتطلع لفوق كتتتحمر فران كهرباء الفران عفوان غازي غادي تشوعلو الفران ديالكم سخنو واحد شوية من قبل نار متوسطة حطو الصينية لفوق مني تشوفو الحلوة ديالكم تحمرات ودهبت هبطوها لتاحت تحمر معنى الواجه هذي الحلوة هذي من ستنوها لتشقق لتشيحة جخصنا غير طيب ودهبا طيب وهوق الوراق بس وينيات ديالكم هنا غادي نحضر واحد تغليفة اللي غادي نتكون بحلوة تصوص كاراميل غادي نحتش فيها الجوش كيسان ديال العسل مع 26 قطعة ديال الشوكولة كندوب العسل مزيان فوق النار كتبقى تغلي وكنبقى ونضيفو الشوكولة كندوب العسل و13 قطعة ديال الشوكولة يا الشوكولة السوداء يا البيضاء يجمعو بيناتهم حيث الشوكولة هي اللي كتجمعنا دك العسل هنا زدت واحد الصاشي ديال الكاراميل كيبقى اختياري انا غير كان متوفر ازدو كمقاو نحركو حتى كدوب دك الشوكولة وصف نخليو الخالط على جانب يبرد حلوة مني نخرجوها من الفران تكون بهات الشكل ما شاء الله مدهبة ودك الكوكو ودك البيسكويك يعطيوها اللون ما شاء الله ما شاء الله ما تحمروهاش بزاف حكك حضايوها في الطيابرة ما تاخدش وقت طويل في الفران والكاراميل او السوس كتكون على هات الشكل منين كتبرد ثم كتخدمو بها ودشتوها قصحت كتدوبوها وغير يحتاجو هنا يا كوكو كونكاسي تقدرو تزينو باش هما بغيتو انا اقترح لكم تزين اللي كي يجي مزي يوان بزاف كوكو كونكاسي سبق لي وتقسمت معكم شحال مرة كيف كان حضرو ان شاء الله في هاد الايام نحط لكم فيديو قاصر ديال تحضر ديال كوكو كونكاسي السراحة كنحضروه في الدار كي يجين اقتصادي كمية اللي غادي نحتاج في هاد الحلوة 4 كيلو غاي بقلي منو واحد شوية كندهن الحلوة بدك السوس وكنديرها بدك كوكو كونكاسي هكدا على الوجه الحلوة كندهنها غير ما على الوجه ما كندهنها شي كولها ما كنحشيها شي في الكاراميل باش ما يكبرشي الشكل ديالها بزاف وفي نفس الوقت ما تجيش حلوة كندهن غير الوجه وكنحطها هكدا في داك الصينية اللي دايرا فيها كوكو كونكاسي تقدروا تدوزو الوجه ديال الحلوة في شوكولة السوداء هكا كبلا ما تكون هكا كاراميل تقدروا بالكوفيتر تقدروا بالعسل حين تكونوا اختيار لكن نتمنى تجربوه بهات السوس اللي حضرنا مع بعض كتجيزوينة بنسبة لي انا مني ندرت جوش كيسان ندرت 13 قطعة ديال الشوكولة البيضاء و13 ديال الشوكولة السوداء اعطتني داك اللونشتوه ماشي مغلوق وماشي مفتوح من بعد غادي ندير الحلوة ديالي في كويرتات هاد الحلوة هادي مادم كنديروا فيها غير وجه داروري خاصها الكويرتات كنجيب هكا كوهما مع بعضهم كن نوقف لهم هكا كجناب كنضغط عليهم مزيان وكنوقف الجناب تمنى الطريقة في الفيديو تكون واضحة حليوة ديالي كندوزها مزيان وجهة في داك الكوكا وكونكاسي وكنتبتو بيدي مزيان ايش الكوكا وكونكاسي كيتبتلي نعلى الحلوة كندير شوية ديال السوس في الحلوة من الاسفل باش كتبت في الكاغذ او لفي الكويرتات وكان قدها بهات الشكل الحجم ديال الكويرتات اللي احتاجت لهاد الحلوة الحجم المتوسط شوفوا ما شاء الله حلوة واتوخة صغارة يعني داك الطبقة ديال الكاراميل او ديال السوس ميكي يدر عليها الكوكا وراكا تجي ما شاء الله كبيبرة كنستمر بنفس الكيفية حتى كنكمل كيميا كلها كيميا ديال الحلوة ركا تحط ما شاء الله 154 هكدك بطبيعة الحال اذا كبرت ويداكم تحط ليكم اقل اذا صغرت ويداكم تحط ليكم كتار الحلوة ديالنا بعد ما كنزينو ايكون هادا شاكل هاك تحط لينا ما شاء الله الكميية كتيرا داك سوس كاراميل انت جي عاطيه يوحد لبريو ما بين داك الشوكولاد بيضاء الشوكولاد السوداء كتعطي لون زويون بزاك كيتماشى هكده مع الكوكا طبيعة الحال اذا درتو غير الشوكولاد السوداء ببحدتها غيجي غير اللون غمق ودر تويتو الشوكولاد ببحدتها غيجي يكون اللون ديال الكاراميل هذا الشكية الحلوة دينا عن قرب كتجي ما شاء الله هزوينا بززاف الشكية اللي بسيط ولكن عاطي للعين ضروري ما نقسم معاكم الحلوة باش تشوفوا التعليكة اللي كتجي فيها من برا وتشوفوا الهاشاشة اللي كتجي فيها من داخل وتقرمشة ديال الكوكا وكيبقى مقرمش اذا كان عندكم كوكا وكونكا سيجاهز ضروري تحمروه باش تزينو به هاد الحلوة نتمنى شاء الله هاد الشكية اللي يكون واضح لكم ويكون اعجبكم بتأكد ان شاء الله هزا جربتوا هاد الشكية اللي سيتحمقوا عليه كيجي رائع جدا بنين كيجمع مبيل هاشاشة التاليكة والقرمشة تمنى تجربوه اذا جربتوا بصحة والراحة وعشركم بروكا